السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معي نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب هذا الوتيل من برا اليوم راح نديرو تيري في ريك تاع انطاليا راح نصور لكم خليكم معايا ونصور لكم شوية في الطريق المناظر في انطاليا هنا راحنا بالكار اللي تابع للوتيل ودارونا قيد تركي لكن يتكلم الفرنسية فهذه الرحلة منظمة بين الشركة الفرنسية التعالى الطيران اللي جينا معهم والفندق لهذا يسمى لريحين كامل جايين من فرنسا والمرشد يكون يتكلم فرنسية تركي فرنسي كما راكم تشوفوا المناظر ما شاء الله خلابة انطاليا معمرة بالجبال فيها بزاف الجبال والطبيعة والبحار وكل شي فيها مناظر جميلة جدا لكن سخونة بزاف فيها حرارة عالية مع لا بليش اذا دائما هكا ولا هذ العام لانه كان فيها حرائق مشي كان فيها حرائق ما زال فيها حرائق رب يجيب الخير ان شاء الله ويرطف بهم كما راكم تشوفوا المناظر جميلة جدا الجبال رائعة انا طبعا من عشاق الطبيعة وهنا وصلنا للمكان اللي يديروا فيه تيريفيريك اهنا راني نصور من التحت مازال ما طلعتش رانا في الباككينج اهبطنا من الكار وهذا هو تيريفيريك يعني شكله مخيف جدا راح ونشوفوا كيفاش تكون التجربة نتاعنا مع تيريفيريك هنا على بركة الله طلعنا شيء مخيف جدا من اللي بدأ يمشي يدير واحد الصوت غريب يعني تيريفيريك تاخه مصعيب بزاف يدير واحد الصوت غريب في كل لحظة تحسي انه راح يحبس ولا راح يطيح اهنا يطلعنا على بركة الله ومن اللي طلعنا صرت لي كيما الطيارة من اللي طلعنا وانا نستغفر ونشهد نشهد ونستغفر لكن المنظر متيريفيريك كما راكم تشوفوا روعة فعلا روعة 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 تشوفي تحتك كامل الجبال والنهر هذاك والبحر ما شاء الله ازرق يهبل هنا رأنا تقريبا في القمة وصلنا تقريبا لقمة الجبل المناظر روعة فعلا يعني لكن في نفس الوقت مخيف جدا جدا قعدت نستنى برك وقتان اوصلوا وين يحبس وبقيتم بعدا نخمم كيفاش نعاود نهبط خاصة انو المرشد كان قالنا قبل ما نطلعوا قالنا باللي تيريفيريك هذا يحبس احيانا يعني يطيح اومبان لكن قالنا زعمة بشي طمنا قالنا مع العشية زعمة مشي مع الصباح احنا هنا يا كي درناها كان نص النهار كان 13 هكذا منتصف النهار هو قالنا مع العشية زعمة يحبس يقدر يحبس سفي هذا الشي بقى في راسي شوفوا هنا يا المنظر هنا تقريبا هنا في قمة الجبل شوفوا المنظر من تحته ما شاء الله يعني فعلا روعة 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 وكي نشغل طريق هكذا كي ما راكم تشوفوا فيها هكا كي زيك زاج يمكن كي الناس اللي يطلعوا على رجليهم يعني يطلعوا أبي يعني هي أكيد تكون صعبة جدا لكن يعني مش مستحيلة كي الناس يطلعوا على رجليهم اللي يحبوا يديروا رياضة كي ما عندنا احنا يما قورية يمكن هذه أعلى لكن لا يمكن كيف كيف حتى احنا عندنا يما قورية في بجاية تقريبا نفس الشي ثانية تطلعوا حتى القمة الجبل وتشوفوا في تحتك البحر والطبيعة حتى احنا الجزائر ما شاء الله يعني صح ما عندناش سياحة في البلاد ما عندناش مروجين للسياحة لكن عندنا مناظر يعني لو كان نلفوا العالم ما نلقوهاش برك خسهم شوية اهتمام وخدمة ولكن المناظر عندنا الطبيعية من عند الله سبحان الله روعة عندنا يعني بجاية فيها مناظر روعة جيجل عنابة يعني تقريبا كل الولايات يعني الجزائر سبحان الله من أجمل المدن في العالم من ناحية جمل الطبيعة يعني اعطانا ربي وحد الطبيعة رائعة خلابة البحر ما شاء الله يعني البحر تعد زير بالنسبة لي أحسن بحر لكن ناقصنا شوية ترويج وشوية خدمة وشوية اهتمام بهذهك الطبيعة وهذا كل الرزق اللي اعطاهنا ربي العالمين هنا يشوفوا المناظر كيفاش يعني فعلا روعة هنا شوية نسيت الخوف التاعي وبقيت نتأمل في الطبيعة هنا خلاص وصلنا وهبطنا متيري فيري كورونا في القمة الفوق كين الفوق مقهى وكين هكذا شغل سوبرات صغيرة وكين حاشكم لتوالات بقينا الفوق تقريبا ساعة يعني شربنا هكا مشروبات باردة وبقينا نتفرجو وكين حتى المصورين يمكن سوريين لأنهم يحكوا عربية أو أتراكوا يحكوا عربية لأنه كين أتراك يحكوا عربية فكيشفوا نحنا عرب زي ما حكوا معنا بالعربية يعني يديروا صور ويخرجوهم لك ثم ويعطوهم لك كاتذكار هنا بعد ساعة حكمنا العودنا حكمنا تيري فيريك باش نعودونا هبطو للأرض وهذه هي الهبطة كانت أسهل من طلعة يعني مخيفة ثاني بالصح جاتني شوية أسهل من طلعة وباش من خافش حاولت نركز مع تيليفوني سما ما كنتش نتفرج من النافذة كنت نتفرج من شاشة الهاتف وهذا الشي نقص لي شوية من الخوف لكن يعني صراحة تجربة أول وآخر مرة يعني مش تجربة لي نفكر باش نعاودها مرة أخرى لا البحر ما شاء الله يعني جمال البحر شحل نحب نتفرج في البحر يعطيك واحدة الراحة نفسية روعة كي ما راكم تشوفوا ورانا هبطين فوق الجبال عندهم مناظر باهية يعني أنطاليا فيها الجبال والمناظر تحت الطبيعة الخلابة وعندهم البحر تحتهم ثاني مليح جاتني تشبه لتزاير من ناحية البحر والجبال والطبيعة وحتى من ناحية المناخ يعني السخانة والجو الجو جني بزاف حسين روحنا عشنا شوية الجو تحت زاير يعني شوفوا ما شاء الله هذاك المنظر من فوق سبحان الخالق تقولي خريطة يعني يستاهل أنك تجر به لكن لمرة واحدة فقط ما نعاودهاش بالصح يعني افرحت بالتجربة يعني يعجبني الحال كي طلعت رغم أني كنت خايفة لكن اجبني الحال واستمتعت جدا جدا بالتجربة وكي ما قلت لكم مرة واحدة ما نشرح حنزيد نعاودها يعني المدة اللي يمشيها لتيري فيريك عندك سبعة ثمن دقايق سبعة دقايق يمكن قعدنا فيه سبعة دقايق باش طلعنا باش وصلنا الفوق وسبعة دقايق باش ارجعنا التحت هذه هي يعني مدة المشي تاعه سبعة دقايق ويمشي بالعقل يمشي بالعقل خاصة في الطلعة الهبطة شوية كانت أسهل لكن الطلعة كان كأنه يبذل مجهود يعني هو في الطلعة يخوف أكثر تركيا مدينة جميلة جدا يعني أنطاليا أنا زرت أنطاليا وحنا رأنا في منطقة واسمها سيدا بأنطاليا لكن هنا تيري فيريك رحنا لأنطاليا فعلا مدينة جميلة ما ندمتش أبدا على السفر ليها والأيام يفوتوا بسرعة الشي الواحد اللي يمكن أزعجنا هو الحر لأنه خلينا في فرنسا درجة الحرارة 23 جينا لهنا وصلت نهار لدرنا تيري فيريك وصلت حتى ال43 يعني فرق شاسع 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 في درجة الحرارة لكن فعلا يعني استمتعنا جدا جدا فيها ومن دمتش أبدا أبدا على زيارتها حبيتها جدا يعني عجبتني البلاسة واستمتعنا بالعطلة يعني الحمد لله يعني أي واحد حاب يزور تركيا أنا نقول له أنا نشجعه يعني نشجعه لأنه عجبتني وخادمين ومروجين للسياحة خادمين بزف بزف للسياحة معتمدين مئة بالمئة على السياحة يعني في كل شي نرجعوا للفيديو والجمال الطبيعة وهنا كي ما راكم تشوفوا رانا قربنا من الوصول للأرض شوفوا ما شاء الله الجمال هذا هنايا بالذات بين الجبال والبحر منظر صراحة ولا أروع يعني كي تبديت تقربي لتحت التفرحي وهنا بقيت نتفرج كي قربنا من الأرض بقيت نتفرج على المناظر ونستغل فيها فعلا مناظر رائعة جدا جدا وتجربة رائعة جدا جدا اللي ما يخافش يجربها أنا كيما أنا كيعدت خوثة جربتها فعلا يعني درت الكوراج وجربتها لكن لمرة واحدة كيما قلت لكم منزيتش نعاودها وهذه كانت تجربتي مع تيري فيريك وهذا كان الفيديو تانهار اليوم نشكركم بزف بزفع المتابعة ونقول لكم استنوني في فيديوهات قادمة بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم